هاي حلوين كيفكن اليوم؟ ان شاء الله يراب تكونو كلكون مناح حضرت لكم اليوم وصفة الكعك بسمسم كعك كتير طيب وبيقرش متل كأنه جايبين ومن عند الفرن اذا عابلكون تعرفوا كيف عملت هايتي الوصفة احضرو الفيديو للاخير نحتاج نصف كباية سمنة دايبة ملعقة كبيرة ينسون ناعم ملعقة صغيرة بيكينج فاودر كباية ونصف من الصحين بيضة واحدة نصف كباية سكر وملعقتين كبار حليب منبلش بخلط السمنة مع الحليب واكيد فينا السمنة نستبدلها بزبدة بتطلع نفس النتيجة ونزيد عليهم السكر وبدنا نخلط هؤلاء ثلاث مكونات منيح مع بعضهم وهلأ بعد ما يكون خلطتهم بدي اضيف عليهم البيضة وما تعتلوهم انا رجعت شلت هيدا النقطة السودية اللي نزلت هلأ بحضر المكونات الناشفة بخلط الطحين اللي ينسون والباكينج باودر وبرجع بضيفهم فوق الخليط السمنة وبدلني اخلطهم هيك كتير منيح لحتى تتكون عندي العجينة هلأ انا حتى كباية ونصف بس رجعت زدت شوية الطحين هيدا اكيد حسب الطحين يلي عندكن ممكن انتو تكتفوا بس بكباية ونصف او تضطروا تزيدوا شوية متل ما انا عملت بعد ما تصير العجينة جاهزة بدي غطية ودخلها على البراد لحوالي 10 دقايه بعد العشرة دقايه بطلعها من البراد وبلش اعملهم هيك على شكل كروات مشان يطلع عندي الكعك بنفس الحجم انا عم عوزوا سكوب انتو فيكن تعوزوا ملعه يلي متوفر عندكن هلأ هون السمسم متل ما كنت شايفين انا محمصته للسمسمسم ببلش شكل الكعك بنمده هيك رول ومنرجع منلفه متل كأنه اسواره هلأ اكيد يلي بدتو فيه يعمل حيل لاشكال المهم العجينة صارت جاهزة انتو بتتحكموا بالشكل يلي بدكن ياه منلدها بالسمسم ليكم عحليها وبدنا نحطها بالصينية الفرن منحمي الفرن على المية وثمانين منحميه منيح ومنرجع مندخل الصينية بقلب الفرن منحطها بالرف في الوسط وبتاخد حوالي 10 دقايق لربع ساعة تيستوه على الاخير ما في لزوم انه نشعل الفرن من فوق الا اذا انتو عابدكن انه يحمروا زيادة انا اكتفت بس بي تدوير الفرن من تحت واستووا معي على المزبوط ليكم احليهم بتحسوا هيك الكعكة نفشته شوي ولما تقسموها بتقرش معكن وصفة ولا اسهل كتير طيبة ولازم تجربوها ما تنسوا اذا حبيتوا هدا الفيديو تعملوا لي لايك سبسكرايب على اليوتيوب واكيد فولو على الانستجرام وبعتولي صور الكعك لما تعملوا موسيقى 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 موسيقى